المجموعة الثانية من حلقات هذا البرنامج هي إجابات على أسئلة أو توضيحات أو بيانات مهمة البعض منها يرتبط بنحو مباشر بالعباس صلوات الله وسلامه عليه والبعض الآخر يكون ارتباطه ليس مباشرا ولكنني أين أذهب أنا الحديث كله في أجواء ثقافة الكتاب والعترة حديثنا كله ما بين الحسين والعباس ما بين الحسين وآل الحسين حديثنا في أجواء الزهراء وآل الزهراء وشعارنا دائما الذي نردده زهرائيون نحن والهواء والهواء زهرائي سؤال مطروح وطرح عدة مرات من إخوة وأخوات خلال البرنامج فإنني قد ذكرت وأكدت أكثر من مرة من أن العقيلة الهاشمية زينب صلوات الله عليها هي أعلى شأنا في فناء محمد وآل محمد من ابن والدها أبل فضل العباس وفي الحلقة الماضية تحدثت عن علاقة أبل فضل العباس مع عقيلة بن هاشم ومن أنها محكومة بقواعد وقوانين منظومة الحجج وأن حجية الحوراء زينب أعلى شأنا من حجية أبل فضل فلذا هي التي تأمر هي الآمرة لأن حجيتها أعلى شأنا هذه عقيدتي لا أخفيكم سرا كان في نية أن أفتح هذا الموضوع بشكل واسع جلست مع نفسي قبل البرنامج بساعات قلائل واستحضرت الأفكار والمعلومات التي إذا ما فتحت الموضوع بشكل واسع كم سأحتاج من وقت تقديرا في الحقيقة قدرت للموضوع على الأقل خمس حلقات طويلة جدا وهذا ما لا أملك له وقتا في اللحظة الراهنة أعيدكم سأحدثكم في برنامج مفصل عن عقيلة بني هاشم وأحب الحديث إلى قلبي حديث عن فاطمة وعن زينب في أقرب فرصة أجدها سأحدثكم عن هذا الموضوع وسأفتح الموضوع بحسب ما يسنح به المقام أنا سأجيب على هذا السؤال ولكنني سأجيب إجابة مجملة موجزة مختصرة قبل أن أجيب أذهب بكم إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي نتحدث عن العقيلة وعن القمر فأحدقوا بك من كل الجهات وأدخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصير وأنت محتسب صابير تدب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فأويجا إلى الأرض جريحا تطعك تطعك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلف واختلفت بالإنقباض والإنبساط شمالك ويبينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك مثل ما أمها صلوات الله عليها أعني الصديقة الكبرى فاطمة مثل ما أمها حجة على كل القرى المباركة من ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد كما يقول إمامنا الحسن العسكري نحن حجج الله وفاطمة أمنا حجة علينا فهي حجة على كل القرى المباركة بحسب الإصطلاح القرآني القرى المباركة عنوان قرآني لمحمد وآل محمد فاطمة هي أيضا من القرى المباركة بل هي من القرى المباركة الأكبر أكبر هذه القرى محمد علي فاطمة أئمة الأئمة وفاطمة حجة على كل القرى المباركة من ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عقيلة بني هاشم هي الأخرى حجة على كل القرى الظاهرة هي حجة على كل القرى الظاهرة الموضوع دقيق جدا وقلت قبل قليل من أنه بحاجة إلى فتح واسع وعريط لكنني سأكل الفتح الواسع للموضوع إلى وقته المناسب وأجيب إجابة مجزة أحاول أن أجعلها وافية تفي بقدر مناسب زينب كما عنوانها كما هو اسمها زينب تعني في لغة العربي زينة أبيها التركيب اللغوي الأصل لهذه اللفظة زينب هي زينة أب وتحدث الممازجة فيتحول هذا التركيب اللفظي إلى لفظة واحدة زينب فزينب التي هي زينة أبيها لفظا ومعنا هي ثمرة من واقع قدسي إنني لا أتحدث عن زينب هنا أنها ثمرة ولادة عادية كما تكون البنت أو يكون الولد ثمرة ولادة من أبوين بنحو بنحو عادي نحن نعرفه كأمثالنا إنني أتحدث عن واقع قدسي هذا الواقع القدسي يشكله الصديق الأكبر أمير المؤمنين والصديقة الكبرى فاطمة مر الكلام قبل قليل عن معرفة الإمام وعما جاء في بعض من الكلمات التي اقتطفتها واخترتها وكان الحديث موجزا ومختصرا ولكنه ينبي عن عالم خفي عن أبصارنا وعن بصائرنا هناك واقع قدسي هذا الواقع القدسي كما قلت قبل قليل يشكله الصديق الأكبر والصديقة الكبرى ولا أريد أن أشير إلى البعد الديني الظاهر أو البعد الاجتماعي من أن فاطمة لا كفوة لها من آدم فما دون ولولا علي لا كفوة لفاطمة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الجانب الاجتماعي عن الجانب الأسري العرفي ولا أريد أن أتحدث حتى عن الجانب الديني الظاهري لأن الحديث موجز ومختصر جدا لذا سأذهب ملتقطا عميقة الإشارات من هذه المضامين التي سأطرحها بين أيديكم فزينب زينة أبيها ثمرة لواقع قدسي هذا الواقع القدسي له عمودان الصديق الأكبر وصديقة الكبرى إنما أخذت هذين الوصفين لأن الوصفة الأول لزينب هي الصديقة زينب الصديقة إنها صديقة آل علي صلوات الله وسلامه عليها والصديقية مرتبة كما مر الحديث ومنزلة تختلف من صديق إلى صديق ومن صديقة إلى صديقة فزينب صديقة آل علي وأنا هنا لا أستعمل تعابير إنشائية أو أدبية مثلما مريم أم المسيح صديقة آل عمران فإن زينب صديقة آل علي والفارق بين الصديقتين الفارق بين آل علي وآل عمران هذا مصطلح وعنوان وليس تعبيرا إنشائيا أو أدبيا إنها صديقة آل علي وهذا العنوان متولد ما بين الصديق الأكبر والصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين في هذا الواقع القدسي تجلت زينب هذا الواقع القدسي يحدثنا القرآن عنه إذا ما ذهبنا إلى سورة الرحمن وفي الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن ماذا نقرأ مرج البحرين يلتقيا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يستحب للقارئ أن يقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب سورة الرحمن من سور الأسرار مشحونة على قصرها وبحسب مقاصير آياتها مشحونة بكثير من المعاني وأنا لست بصدد الحديث المفصل عن هذه الآيات هو استطراق واستطراد في نفس الوقت مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماذا تقول أحاديث العترة عن هذه الآيات هذا هو الجزء السابع من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 387 والرواية منقولة عن تفسير القموي رضوان الله تعالى عليه عن يحيى ابن سعيد القطان قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول في قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال قال علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه الرواية هي هي نقلها الشيخ الصدوق بحراني من العلم عميقان فيبدو أن هذه الألفاظ سقطت من تفسير القموي هكذا يقول إمامنا الصادق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان علي وفاطمة بحراني من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه بينهما برزخ لا يبغيان لا يبغي أحدهما على صاحبه هذا معنى دقيق ليس الحديث هنا عن البغي لأن البرزخ فسر برسول الله صلى الله عليه وآله أنا لست بصدد شرح الآيات أنا أريد أن أأخذ معنى إجماليا فليس المراد هنا من البغي الظلم لأن البرزخ فسر في أحاديث العترة برسول الله صلى الله عليه وآله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان علي وفاطمة بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين فهذاني البحراني البحراني العميقان الصديق الأكبر الصديقة الكبرى يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وذكر الحسنان لمنزلتهما الخاصة المعصومون الأربعة عشر هؤلاء هؤلاء عصمة الله هؤلاء هم وجه الله هؤلاء هم القرى المباركة فلخصوصية الحسنين جاء ذكرهما زينب صلوات الله عليها سيدة القرى الظاهرة هي في هذه الأجواء هي تنتمي إلى هذه الأجواء وفي محافل بني أمية تحدثت عن نفسها من أنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطيرا ومر هذا الكلام في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج فكما قلت قبل قليل من أن إجابتي موجزة مختصرة سريعة وقد أوجستها في أول حديثي حين قلت مثلما أمها حجة على كل القرى المباركة من ولدها زينب حجة على كل القرى الظاهرة إنها سيدة القرى الظاهرة إنها زينة أبيها والثمرة الحاصلة من الواقع القدسي الذي يشكل عمديه الصديق الأكبر وصديقة الكبرى حيث تحدثنا سورة الرحمن عن البحرين العميقين من العلم ومنهما ينتج اللؤلؤ والمرجان زينب جزء من هذه الأجواء المقدسة ومن هذه المنازل والمعاني القرآنية الجلية والواضحة بحديث العترة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فصل زيارة أخذ كل عمر وانطيني زيارة يا فرحتي من عرفتك قمت حسب رحمة الله تحيط بي وأدري هي من رحمتك زيارتك مولاي أوجب من صلاتي هي الحياتي بس خدمتك زيارة أخذ كل عمر وانطيني زيارة حياتي بدونك ما أحش حيما الحياتي الصلاتي إذا ما زورك اشتفح صلاتي أسيرك بانتظار حديث أعرفه وتعرفونه جميعا فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار الحديث واضح هناك نوعان من الفطم فطمت ذريتها هذا نوع من الفطم وفطمت شيعتها فهناك مراتب كثيرة جدا للفطم الفاطمي الفاطميون عنوان لمجاميع في يوم القيامة لأن الفاطمية ما هي بنسبة أسرية الفاطمية والزهرائية ما هي بنسبة عائلية وقبائلية يمكن أن يستعمل الناس الانتساب القبائلية والأسرية لفاطمة ويقال عنهم فاطميون لكنني لست بصدد الحديث عن التعابير العرفية إنني أتحدث عن الحقائق الفاطميون في الدنيا والفاطميون في الآخرة هذا العنوان ليس للذين ينتسبون إلى فاطمة انتسابا قبائليا أسريا مثلما يقول إمامنا الصادق ولاء لعلي أحب إلي من انتساب إليه وهو هو مع أن انتساب الصادق إلى علي له خصوصيته لكن إمامنا يريد أن يبين لنا هذا المبدأ من أن الانتساب الحقيقية هو الانتساب المعرفي العقائدي هو انتساب العبودية الصادقة الحق مثل ما نخاطب سيد الشهداء في زيارة وارث في مقدماتها عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق هذا هو الانتماء الفاطمي لفاطمة ولست بصدد الحديث عنه بالتفاصيل زبدة القول فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها الفطم مراتب والنار مراتب لأن النار هي الأخرى ترتبط بكل شخص بحسبه وكل شخص يرتبط بالنار بحسبه فإن المداقة يوم القيامة وحتى في الدنيا فإن الله يحاسب العباد على قدر عقولهم هكذا هي المحاسبة النار مراتب الأشخاص مراتب الشيعة مراتب الذرية مراتب الفطم مراتب الفطم الأعلى لمن الفطم الأعلى والذي لا نعرف أسراره بالمطلق الفطم المتعلق بالقرى المباركة من ذريتها ولذا فهي حجة عليهم ذلك شيء نحن لا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد والمعنى الأصل فطمت ذريتها فطمت القرى المباركة في أجواء هذا الفطم في درجة من الدرجات تحت عنوان ذريتها يبرز هذا الأسم زينب من هنا كانت سيدة لسائر المفطومين لسائر الفاطميين من بعد المعصومين الأربعة عشر وموضوع الفطم هذا فيه تفصيل كثير مثلما وعدتكم أن أحدثكم بالتفصيل عن عقيلة بني هاشم في حينها أتحدث عن هذا الموضوع بحسب ما تصل إليه مداركي فأنا أتحدث بحدود فهمي وأتحدث بحدود ما يصل إليه عقلي فتبقى الأحاديث ما بين القصور والتقصير وتبقى الأحاديث ما بين الجهل وعدم اليقين وهذا هو حالنا فضلا عن كل ذلك فإن الخطاب الموجه إلينا هو في مستوى بيان المدارات فكم ستكون المسافة بعيدة فيما بيننا مهما أتينا من علم ومن قدرة على البحث والتحقيق المناسب ستكون ستكون المسافة بعيدة جدا فيما بيننا وبين الحقيقة الحقيقة سنبقى ندور من بعيد في أفلاك الحقيقة وهذا هو حدنا فماذا نصنع أكثر من ذلك وهذا لا يتم أيضا إلا بتوفيق منهم ولا يتحقق إلا بالولوج من بوابتهم الطاهرة أعني قمر الحسين في كربل أعود إلى الحديث فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار أين يقع العباس هل يقع العباس في مراتب الفطم هذه تحت عنوان ذريتها أم تحت عنوان شيعتها إنه يقع تحت عنوان شيعتها في أعلى طبقات القرى الظاهرة هذه الآية مركزية وجوهرية جدا وإذا تتذكرون أنا حشدت لكم حشدا من الروايات من الروايات قرأتها بين أيديكم لأجل أن أنبهكم إلى اهتمام العترة الطاهرة بهذه الآية لهذا لهذا سبب العباس يقع تحت عنوان شيعتها إنه في القمة من القرى الظاهرة زينب أين تقع زينب صلوات الله وسلامه عليها إنها تقع في أجواء وفي حدود البحرين العميقين وهناك البرزخ وهناك اللؤلؤ والمرجان فزينب في هذه الأحضان القدسية الكريمة هناك زينب زينب صلوات الله عليها لا تقع تحت عنوان شيعتها ذرارها في الأجيال الأخرى تقع تحت عنوان ذريتها بالإجمال وتحت عنوان شيعتها بالتفصيل أما زينب فإنها تقع تحت عنوان ذريتها وكذاك هي أم كلثوم وكذاك المحسن أو المحسن الشهيد هذه الأسماء تقع تحت عنوان ذريتها وهذا الحديث ما هو بحديثي إذا رجعنا إلى رواياتهم وأحاديثهم ما أنا قلت لكم إنني أتحدث بنحو موجز ومختصر أعتقد أعتقد أن القضية صارت واضحة فزينب خرجت من بين الصديق الأكبر وصديقة الكبرى وزينب هي في تلك الأحضان المقدسة التي تحدثت عنها سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان إنهما البحران العميقان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إنها أجواء زينب أجواء علي وفاطمة وحسن وحسين وزينب هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان السيداشم البحراني من شورات مؤسسة الأعلمي صفحة 342 رقم الحديث 28 سيداشم البحراني ينقل الحديث عن تأويل الآيات للمحدث النجفي الاسترابادي وهي في الأصل من كتاب الأمالي للشيخ الطوسي عن عبد الله ابن عجلان السكوني يقول عبد الله ابن عجلان سمعت أبا جعفر إنه باقر العلوم سمعت أبا جعفر يقول بيت علي وفاطمة هذا هو بيت زينب بنحو وآخر زينب صلوات الله وسلامه عليها هي جزء لا يتجزأ من هذا الواقع القدسي بيت علي وفاطمة هنا جاء من حجرة رسول الله وفي بعض النسخ حجرة رسول الله واتلاحظون فإن الحديث ما هو عن الواقع الجغرافي فبيت علي وفاطمة جغرافيا ما هو بحجرة رسول الله ولا هو من حجرة رسول الله على النسختين والنسخة الأدق حجرة رسول الله بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين الحديث في البيت الخفي عنه الرواية لا تتحدث عن البيت المرئي وهذا ما قلته قبل قليل من أن المضمون الحقيقية للإمام للإمامة شيء لا تصل إليه حواسنا نحتاج إلى معطيات من معرفة صحيحة من المصادر الصحيحة وبالتوفيق وأن نلجى من البوابة الآمنة من القرية الظاهرة الأعظم أمانا كي نسير فيها ليالي وأيام آمنين إننا نسير فيها ليالي وأيام هناك مراتب للعلم مختلفة في هذا المسير هناك ليالي وهناك نهارات وساعات الليالي تختلف وساعات النهارات تختلف والحديث طويل طويل أعود إلى بيت فاطمة إنه بيت زينب ها هنا زينب الحورة بيت علي وفاطمة هكذا يقول باقر العلم ما أنا الذي أقول حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش هذه الفرجة المكشوطة ما هي معراج الوحي والملائكة زينب في حديثها مع يزيد ماذا أخبرته من أنك لا تميت وحينا وفي حديث الكساء ماذا جاء إن الله قد أوحى إليكم وفي قعر بيوتهم بيوت من إنها بيوت علي وفاطمة وآل علي وفاطمة هل يستطيع أحد أن يخرج زينب من هنا هل يتجرأ أحد نعم لمحمد وآل محمد المعصومين الأربعة عشر خصوصية إنهم وجه الله ولكن زينب يمكن لأحد أن يخرجها من هذه الحومة وفي قعر بيوتهم فرجة مقشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء إننا لا نتحدث عن الوحي الذي كان يتلمسه المسلمون في مرحلة التنزيل ولا يكون صباحا ومساء نحن نتحدث في مرحلة التأويل نحن نتحدث في مرحلة التأويل إنها مرحلة الدين الحقيقي وفي قعر بيوتهم فرجة مقشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد تستمر الرواية اقتطف هذه الجملة وكانوا من محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم ومسقفة بعرش الرحمن إلى آخر ما جاء في الرواية من تفصيل قطعا زينب لا تكون بمنزلتهم ولكنها هل تكون بعيدة عنهم إنها إنها أقرب الخلق إليه إنها العالمة غير المعلمة هم يقولون لها سجادهم قال لها إنها العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة إنها من هذا البيت الذي ليس له من سقف دنيوي إنه مسقف بعرش الرحمن ولذا هي لا تحتاج إلى تعليم معلم وإلى تفهيم مفهم القرآن حدثنا عن الأنبياء من أنهم كانوا بحاجة إلى تفهيم فإن سليمان بحسب القرآن قد فهم تفهيم في مقطع زماني معين هذه لا تحتاج إلى تفهيم ولا تحتاج إلى تعليم إنها العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة إنها في هذه الأجواء المسقفة بعرش الرحمن فلا يمكن أن تكون بعيدة جدا ولها ما لها من الخصوصية عند رسول الله وعند أبيها وعند أمها وعند الحسنين إنها زينب إنها زينة علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل أمير المؤمنين وعند أمير المؤمنين أمير المؤمنين وعند أمير المؤمنين وشي لابو يوم طابي المحين جمريش عميل ويايا عباس يا عب سمع سمع عباس يا عب عباس عباس حديث الكساء اليماني أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان والحديث منقول عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا مجال لقراءة الحديث بكله وإنما أذهب إلى موطن الحاجة وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي النبي صلى الله عليه وآله يقول وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي بعد أن اجتمعوا تحت الكساء لا يوجد في الحديث تصريح من أن العقيلة كانت موجودة تحت الكساء لكن قطعا هذه المضامين تنطبق على العقيلة بحسبها حين يقول رسول الله اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منهم هذه الأوصاف تنطبق على عقيلة بن هاشم أو لا حين كان ينادي الحسين في أرض الطفوف هل من ناصر ينصرني فإن الكلام بحسب البنية اللفظة يتحدث عن نصرة مباشرة للحسين وهو محمد صلى الله عليه وآله الحسين هو محمد صلى الله عليه وآله ولكن حين كان يقول وبنفس الصيغة وبنفس الاتجاه وبنفس القوة وبنفس المعنى هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله العنوان الأول زينة فهذه المضامين تنطبق بكاملها على عقيلة بن هاشم قطعا بحسب منزلتها بحسب رتبتها فهي سيدة القرى الظاهرة وهي حجة على كل القرى الظاهرة إنني أتحدث عن حجج القرى الظاهرة هكذا قال رسول الله وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم هذه المعاني تنطبق على عقيلة بن هاشم أو لا هل يستطيع أحد أن يقول إن هذه المعاني لا تنطبق على عقيلة بن هاشم هذه المعاني تنطبق على عقيلة بن هاشم بغض النظري أن العقيلة كانت موجودة تحت الكساء أم لم تكن بصريحي حديث الكساء فإن العقيلة لم تكن موجودة تحت الكساء ولكن هذا المضمون ينطبق على العقيلة أو لا ينطبق جعفر الطيار كان بدريا أم لم يكن كان بدريا لكنه كان في الحبشة والبدريون الذين كانوا وقالوا إن رسول الله سرق القطيفة الحمراء هل هم بدريون حقيقتان إنني أتحدث عن هذا المصطلح البدريون بالمستوى الحقيقي نذهب إلى فصل بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أضلة العارش مع أضلة الخلائف وبكتكم السماء والآرض وسكان الجنان والبر والباحر صلى الله عليك عدد ما في علم الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند السيافة ولساني عند السنصار فقد أجابك قلبي والسمعي وبصري أعود إلى حديث الكساء وقال رسول الله برواية الصديقة الكبرى فاطمة وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ألا يؤلموا رسول الله ما يؤلموا زينب بهذا المستوى وإلا فإن أي ألم يلحق بأي كائن فإن رسول الله يتعلم له لكنني أتحدث عن هذا الألم بهذا المستوى وقال وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه رسول الله حرب لمن حارب زينب وسلم لمن سالمه بمستوى قريب من هذا المستوى مع حفظ المقامات للمعصومين الأربعة عشر أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرتس وطهرهم تطهيرا الآية نزلت هنا رسول الله هو الذي أنزله نزلت بنفس تعابيره فقال الله عز وجل الصديقة الكبرى ومستمرة ما قالت إن رسول الله أخبرنا من أن الله قال كذا وكذا مستمرة فإن بيوتهم ما هي بمسقفة بالحجارة والطين وبالأعمدة والأخشاب وهي مستمرة في حديثها لأن الحجب مكشوفة وبيتها مسقف بعرش الرحمن كما مر في الرواية عن إمامنا الباقر التي قرأتها عليكم قبل قليل ومن أنها لا تجد لبيتها سقفا غير عرش الرحمن هكذا حدثنا باقر العلوم فقال الله عز وجل يا ملائكتي متصل متواصل مع المجلس الإلهي حيث أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته يا ملائكتي ويا سكان سماوات ففاطمة جزء من هذا المجلس هم جميعا جزء من هذا المجلس هذا هو بيت فاطمة زينب جزء من هذا البيت بحسبها قطعا لن تكون في رتبة رسول الله ولا في رتبة أمير المؤمنين ولا في رتبة أمها فاطمة ولا في رتبة الحسن والحسين ولكنها جزء من هذا البيت وهي أقرب ما تكون إلى هذه المجموعة الإلهية من هنا كانت ثمرة قدسية سطع فيها نور الصديق الأكبر ونور الصديقة الكبرى فهي أقرب ما تكون إلى القرى المباركة هي سيدة القرى الظاهرة هي الحجة على كل حجج القرى الظاهرة لأن ليس كل الذين في مرتبة القرى الظاهرة هم من أصحاب الحجية الكاملة كحجية العقيلة كحجية العباس وغيرهم من أصحاب هذه المنزلة سلمان زكريا بن آدم هذه الأسماء لها حجية لكنها لا تقاس بحجية العقيلة أو بحجية العباس فحينما أتحدث عن حجية العقيلة هنا إنني أتحدث عن حجيتها على كل الحجج في القرى الظاهرة الكاملة شيء طبيعي أن تكون العقيلة حجة على سائر شيعتها بل على كل الناس هذا الأمر لا نقاش فيه أنني أتحدث عن حجيتها على كل الحجج في مرتبة القرى الظاهرة الذين حجيتهم كاملة كحجية العباس صلوات الله وسلامه عليه الذي نخاطبه معكم معكم والذي نخاطبه من أن قلوبنا مسلمة له لو لم يكن حجة كاملة لما خاطبناه بهذا الخطاب حديث الكساء فيه الكثير من الأسرار لكنني فقط أردت أن أشير إلى هذه الومضة الخاطفة التي تنبئنا عن بيت فاطمة وعن مجلس فاطمة إنه بيت زينب هذه الأجواء التي نشأت فيها زينب وأنا لا أتحدث عن النشأة العادية للإنسان هناك نشأة عادية وهناك نشأة خاصة هناك نشأة تحدث عنها القرآن ولتصنع على عيني هذه صناعة خاصة أنبتها ربها نباتا حسن هذه عملية إنبات خاصة وكل بحسبه تحدث القرآن عن مثل هذه المضامين لكن الوقت لا يكفي للحديث عنها إذا ما وصل الحديث عن زينب سأثيرها جميعا حينئذ كي تتضح الصورة بشكل جلي أعتقد أن الإجابة صارت وافية إلى حد ما سلام على زينة وسلام على قمر الطفوف سلام على إمام زماننا الحجة بن الحسن وسلام على أشياعه وأوليائه ومنتظره ترجمة نانسي قنقر